عندي بعض الأخبار كده بسرعة بيقولك الآله منتظر ميكي سوني عشان يشوفه هيوده تنزانية تاني ولا يعملوله إعارة لأحد الأندية هنا في مصر هنش هيبله بره حد يعني عشان نبقى مقصرين بس في الموضوع ده يهما يخش في صفقة تبادلية هنا يرجعوه سنبا تنزانية تاني فيه كارثة عند الآله اسمه ميكي سوني الراجل ده عامل هسهس في دماغ الناس في النادي الآله اللي بتدير كرة القدم وفيه كلام إنه الراجل اللي هو الجزائر حسام الدين مرزيق ده اللي كان بيخلص فيه فالاجرة التخطيط قالت يجي الراجل المدرب الجديد عشان يشوفه فنين هما معجبين بيه فنيا وقاله الوكيل بتاعه مش عايزين مقايضات ولا عايزين نخش في إخناقات مع حد الزمالك دخل فيه حلال عالي لكن هنقعد نايد ونزود ونزود المهم من الفرقة بتاعته الشباب بوليس ده قالك إنه هما رفضوا عروض من فرنسا وتركيا طب حدش هدفع زينا يعني في خدبك لفرنسا ولا تركيا هدفع 2 مليون دولار و2.5 مليون دولار وكلام اللي إحنا بنسمعه لما بنشتري العيبة ده مش موجود برا على الإطلاق كمان فريرا بيطلب أو بيلمح إنه هو يجمد طرق حامد لنهاية الموسب أنا عايز أقول له مش هتلحق تجمد لأن طرق حامد ماشي بعد أيام بوجابة برضو عنده مشكلة لسه ما هندم نهصل لدرجة إنه هو السعودي اللي تقال إنه هو اتفق معه ومضى عقود بالفعل طلب عقوده قالك أنا لن أعار لأي نادي فيه كلام إنه نادي الناصر حيجيب حارس مارما من أمريكا اللاتينية كولومبي اسمه أوس بينا وحارس مارما نابولي من ضمنه حراس مارما نابولي يعني وهديه 3.5 مليون يورو في السنة كراتب بعد تلاجع مستوى بوجابة قال لهم لا أنا مش تخدني عشان تهبني لأي مكان لأ تديني عقودة تاني وأنا صرف أموري في هذا الأمر برضو فيريرا دخل في قصة كده مع إدارة كرة في الزمالك إنه هو عارف إنه ما بيفوضوا ناس من غير ما يرجعوله زي بسام عدد من اللاعبين يعني في الدور المصري لكن الراجل رفض هذا الكلام نهائيا